بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التجاري في حلقة جديدة من حلقات مادة الرياضة المالية لشعبة التسويق وسوق المال طبعا في الحلقات السابقة اشتغلنا مع بعض موضوعات الرياضة المالية واشتغلنا أول موضوع أو الفصل الأول في الرياضة المالية كان العلاقة بين الفائدتين وموضوع العلاقة بين الفائدتين اشتغلنا في ازاي اجيب المعدل وازاي اجيب المبلغ وحلنا تمارين كتيرة جدا على موضوع العلاقة بين الفائدتين وبعد كده دخلنا في موضوع الجملة المركبة واشتغلنا التمارين اللي جات في امتحانات سابقة وتمارين الكتاب والحمد لله كان موضوع الجملة المركبة كان موضوع سهل وجميل جدا 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 بعد كده دخلنا في الباب التاني وعرفت ان الباب التاني كان بيتكلم على موضوع القيمة الحالية والخصم واشتغلنا بعض مسائل القيمة الحالية وبعض مسائل الخاص وبعد كده عملنا تطبيق مهم جدا جدا اللي هو استبدال أو تسوية الديون بفايدة مركبة وعملنا ميكس كده بين الجملة المركبة والقيمة الحالية أو الجدول الأول والجدول الثاني في مسألة تسوية الديون النهاردة في حلقة جديدة من حلقات الرياضة المالية هنكمل ما بدأنا في الحلقة السابقة واللي هو موضوع الدفعات المركبة الدفعات المتسوية بفايدة مركبة لما بدأنا فيها في الحلقة اللي فاتت عرفت ان موضوع الدفعات موضوع من الموضوعات السهلة جدا والضيف الجديد اللي معانا اللي هو الجدول الثالث الجدول الثالث ازاي تم حسابه عرفت ان الجدول الثالث عبارة عن الجدول الأول مطروح منه واحد وبعدين مقصوم على قيمة المعدل يعني لما عرفنا ان ازاي اجيب جملة الدفعات بالقالة الحزبة جملة الدفعات العادية قلت الجملة بتساوي دال في مقدار الدفع في شرط تكسر البسط بتاعنا واحد وعين من مية قسي نون ده اللي هو الجدول الاول متروح منه واحد ومقصوم على المقام عين من مية وعرفنا من انواع الدفعات او انواع الدفعات عندي الدفعات العادية او دفعات السداد يبقى عندي دفعات اول نوع منها اسمه الدفعات العادية او دفعات السداد ودي اللي بتدفع اخر كل فترة والنوع التاني اللي هو دفعات الاستثمار اللي هي الدفعات الفورية او غير العادية اللي بنسميها دفعات الاستثمار ودي بتدفع اول او بداية كل فترة وابتدينا نحل تمرين وهنبتدي النهاردة كمان نشتغل على موضوع الدفعات سواء عادية أو فولية وكمان هنحاول إن شاء الله إن احنا نغطي موضوع عوامل الدفعات وطبعا عرفنا إن عوامل الدفعات اللي هو مقدار الدفعة أو مبلغ الدفعة ومعدل الفائدة والنون أو وحدات الزمن اللي عندي للدفعات أو عدد الدفعات طبعا الموضوع أسهل مما نتخيل لو ركزنا بالراحة إزاي أجيب المسألة أول حاجة ببص في التمرين هل هو أول أو آخر لو آخر عرفني دفعات عادية ولو أول هعرفني دفعات فورية طب نبدأ مع بعض في الدفعات العادية واحدة واحدة وكمان في حاجة مهمة جدا 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 لازم حضرتك تكون واخد بالك منها هل المعدل اللي معاك موجود في الجداول المالية أو معدل غير موجود في الجداول المالية فيه جزء كثري أو معدل مش موجود في الجداول يبقى لازم حاجتين أعرفهم هل المسألة أول أو آخر وكمان هل المعدل موجود أو مش موجود وهنشوف الحالات مع بعض وهنبتدي نتعامل مع تمرين تمرين وحالة حالة لحد ما نوصل إن شاء الله إن احنا نحل أي تمرين دفعات يقابلنا أو يجينا في الامتحان أو من تمرين الكتاب المدرسي اللي هو المرجع الأساسي والوحيد لنا كلنا كأسرة الرياضة المالية في سواء التوجيه أو المدرس أو الطالب وإن شاء الله نبدأ تمرين وتعالوا نشوفكم عندي زي ما بنقول في موضوع الرياضة المالية للصف الثالث الباب الثالث معنا الدفعات بفايدة مركبة على طول أول ما أعرف إن أنت بتتكلم في الدفعات بفايدة مركبة على طول أعرف إن احنا معنا ضيف جميل أو ياسمه الجدول الثالث طيب الدفعات قلنا مبالغ متساوية بتدفع بصفة دورية منتظمة ده كلام سهل خالص ومن أنواعها اللي احنا لسه أيلين عليها مع بعض حالا بنقول الدفعات نوعين دفعات عادية اللي هي دفعات السداد ودي بعرفها من كلمة آخر والدفعات الفورية اللي هي دفعات الاستثمار ودي بعرفها من كلمة أول الدفعات العادية عارفنا إنها بتدفع آخر كل فترة زمنية وقانون جملة الدفعات من الجدول الثالث ده قانون سهل جدا 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 أنه كلنا حفظناه من الحلقة اللي فاتت وقلت إنه جملة الدفعات بيساوي مبلغ الدفعة في جيم زاوية نون بمعدل عين أو جيم نون بمعدل عين ورمز الدفعات عندي اللي هو النص مربع أو الزاوية اللي عندك ده يبقى بقوله الدال في جيم نون بمعدل عين ده اسم مستخرج الجدول التالت طيب تعال مع بعض كده إزاي أجيب الدفعات قلنا بمستخرج الجدول التالت بقوله الجيم بتساوي دال في جيم نون بمعدل عين طيب بيقول لي يودع شخص ستمائة جنيه آخر كل سنة في بنك بمعدل فايدة مركبة معدلها تسعة في المية سنويا اوجد جملة هذه الدفعات في نهاية خمس سنوات عاوزك تقرأ التمرين تاني كده بهدوء ركز معايا وركزي معايا بيقول لي يودع شخص ستمائة جنيه آخر أول حاجة استفدناها من التمرين كلمة آخر وكمان أبص على المعدل والمدة المعدل تسعة والمدة خمس سنوات لو حضرتك فتحت الجدول التالت في الكتاب المدرسي معاك حالا دلوقتي هتقول لي يا مستر المعدل موجود اللي هو تسعة في المية وكمان وحدات الزمن أو المدة اللي عندي خمس سنوات أو عدد الدفعات دي خمس سنوات موجودة في الجداول الفايدة المركبة في الجدول التالت إذن هنا ما تحاولش تعمل أي حاجة غريبة عليك أنت بتشتغل بمستخرج الجدول التالت هتلاقي كمان موجود عندك في الامتحانات السابقة الجدول المالية بتبقى موجودة في آخر الامتحان لو بصت في امتحان عشرين واحد وعشرين دور أول أو تاني أو عشرين عشرين كل الامتحانات موجودة عندك الجدول المالية اللي هي موجودة المسائل بتاعتها في الامتحان يبقى لما حضرتك بصت دلوقتي لقيت الجدول الموجود في الامتحان المعدل ووحدات الزمن بقي حاجة صغيرة قوي أحدد هي دفعات عادية ولا فورية قلت لي طبعا كلمة آخر عندي في التمرين عرفتني إن دفعات عادية طيب أبتدي الحل إزاي؟ أقولك بمنتهى البساطة لازم تطلع الأول معطيات التمرين بالراحة خالص من المسألة بتاعتك التمرين بيقول لي يضع شخص بستمائة جنيه أقول له إذن مقدار هذه الدفعة بستمائة جنيه كتبت مقدار الدفعة كام بستمائة جنيه معدل الفايدة اللي عندنا حضرتك قلت لي تسعة في المية سنويا يعني المعدل سنويا ما عنديش مشكلة فيه اوجد جملة هذه الدفعات في نهاية خمس سنوات النوم بتاعتنا بتساوي خمس سنوات دي معطيات التمرين اللي مع حضرتك بالراحة خالص عايز أحل على طول أقول له كلمة آخر لها دللة مهمة جدا معنا عرفتني ان دي دفعات عادية يبقى كلمة آخر عرفتني ان دي دفعات عادية طيب أنا عاوز إيه دلوقتي؟ عاوز أكتب قانون جملة الدفعات العادية لأنه طلبه منه أقول له جملة الدفعات العادية اللي هي جيم بيساوي مقدار الدفعة دل في مستخرج الجدول التالت يبقى أنا دلوقتي قلت الجملة بتساوي دل في جيم نون بمعدل عين مستخرج الجدول التالت طيب انت عاوز الجملة أشيل الدل وحط كلمتها بكام؟ اللي هو مقدار الدفعة ب600 فيه خد بالك بقى مستخرج الجدول التالت أنا عايزك تعمل إيه؟ هتقول لي جيم النون بتاعتنا بخمسة بالمعدل اللي عندي كان 9% هتطلع مع حضرتك الجدول التالت عندك في الكتاب تحت 9% قدام خمس وحدات زمن هتقول لي أدي ال600 اللي عندي مقدار الدفعة فيه تحت 9% قدام خمس وحدات زمن في العمود التالت أو الجدول التالت يطلع خمسة علامة تسعة تمانية أربعة سبعة واحد كفاية خمس ستة أرقام علشان ما تتعبش نفسك وخلاص تبتدي تضرب هذا المقدار بالآلة الحزبة بمنتهى منتهى البساطة يطلع معاك تلت تلاف خمسمية وتسعين وعلامة اتنين وتمانين من مية اللي حظاك حسبته ده إيه ده الجملة ده جملة الدفعات العادية إذن بمنتهى البساطة انت قدرت تحصل على جملة الدفعات العادية عن طريق الجدول التالت طيب هل السؤال كان طالب مني حاجة تانية ممكن يطلب مني مقدار او مجموع الفوائد طب انا كده جبت الجملة ازاي يحصل على مجموع الفوائد كلنا شطار وعارفين ان مجموع الفوائد بتاعتنا بيساوي الجملة في مجموع الدفعات مجموع الفوائد بيساوي ايه تاني الجملة ناقص مجموع الدفعات الجملة بتاعتي انا لسه حسبها ناقص مجموع الدفعات اللي عندي ايه هو مجموع الدفعات دال في نور يبقى لو طلب مني مجموع الفوائد اقول له بيساوي الجملة ناقص مجموع الدفعات يبقى الجملة بتساوي دال في مستخرج جدول التالي اما مجموع الفوائد بيساوي جيم ناقص مجموع الدفعات او جيم ناقص دال في نور تعال نجيب مع بعض مجموع الفوائد بمنتهى البساطة هقولك ان مجموع الفوائد بيساوي الجملة اللي حضرتك حسبتها ناقص مجموع الدفعات اللي هي دال في نون سمع طالب بيقولي انا لسه جاي بالجملة اللي هي كانت تلات تلاف خمسمية وتسعين واتنين وتمانين من مية اقوله قولي ناقص مجموعة دفعات مجموعة دفعات الدال عندك كانت بكام قلت لي كانت بستمية في النون اللي عندك كانت بخمسة يبقى هتقولي بالقلة الحسبة ممكن تجيبها خطوة واحدة او ممكن تضرب دي على خطوتين زي ما انت عاوز على طول هتلاقي عندك مجموعة الفوائد هتقولي تلات تلاف خمسمية وتسعين واتنين وتمانين ناقص دول مع بعض بتلات تلاف يطلع خمسمية وتسعين واتنين وتمانين من مية يبقى انت كده قدرت تجيب حاجتين قدرنا نجيب الجملة او جملة الدفعات العادية وقدرت كمان احسب مجموع فوائد الدفعات العادية في طريقة كمان اقدر بها اجيب المجموع الفوائد مباشرة طبعا قلتلك تقدر تجيب مجموع الفوائد ازاي بتقولي مجموع الفوائد بيساوي دال افتح قوس مستخرج الجدول التالت مطروح منه النون هتقدر تجيب برضو مجموع الفوائد مباشرة بس ياريت ما بنستعملهاش الا اذا كان طالب مقدار الدفعة ومديلك مجموع الفوائد مباشرة يبقى دايما الطرق بتاعتك كل الطرق هتقدر نفس الحل ولكن حاول تبعد عن الطرق الطويلة وحاول تبعد عن الطرق اللي هتتعبك لازم واحدة واحدة تمسك التمرين تشوف ايه المعطيات دور على اقصر طريقة للتمرين بتاعك علشان تقدر تحل بطريقة سهلة وطريقة مميزة وتكون دايما بتقفل وتجيب الدرجات النهائية معنا طيب ده كان تمرين سهل وبسيط جدا جدا ازاي احصل على ازاي احصل على الجملة ومجموع الفوائد وجبنا جملة الدفعات العادية وبعدين جبنا مجموع فوائد الدفعات العادية عندي كمان تمرين سهل جدا 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 ولكن في فكرة صغيرة وعايزين نتعامل معاه ازاي نشوف التمرين بيقول ايه بيقول لي يودع تاجر الف جنيه اخر كل ست شهور خد بالك من الجزئية دي كويس جدا جدا التاجر بيحط الف جنيه اخر كل ست شهور ايه اللي حصل معاك قال لي ان هنا بيحط اكتر من مرة في السنة او عملية الادع بتتم اكتر من مرة في السنة حتى كمان فرقت معايا في نطق المسألة بعد كده قال لي بفائدة مركبة معدلها سبعة في المية الراجل ما سكتش لا ده قال لي سبعة في المية كل نصف سنة يبقى هنا المعدل ده غير سنوي معدل غير سنوي او فيه مرات اضافة او مرات تعليها تتم لمدة كم سنة خمس سنوات والمطلوب ايجاد جملة الدفعات ومجموع الفوائد كل اللي عاوزك تركز فيه قوي ان هنا عندي مشكلة صغيرة جدا جدا بس ان شاء الله حلها سهل وبسيط اللي هي ان المعدل بتاعنا معدل غير سنوي كل اللي عاوزك تشتغل عليه انك تحول تجيب مرات الاضافة وبعدين تشوف ال اه وحدات الزمن هتتعدل ازاي عايزين مع بعض نبدأ التمرين وانطلع معطياتنا بالراحة بيقول له دي اعتاج الالف جنيه على طول اقول له عرفت ان الدال بتاعتنا كانت بالف جنيه تعال اشوف كده المعدل بتاعك كام قلتلي سبعة في المية وما سكدتش ده انت قلتلي سبعة في المية كل نصف سنة او كان ممكن يجيبها بطريقة تانية ان يقول ان المعدل بيسوي سبعة في المية كل ست شهور لمدة خمس سنوات سامع الطلاب والطالبات الشطار بيقولوا ده معدل غير سنوي لازم الاول نشوف مرات الاضافة ومرات الاضافة لو هو قالك نصف تبقى مرتين لو كان قال كل ست شهور كنت قسمت اتناشر على ست شهور بتساوي مرتين زي ما انت لسه قاعد طيب بعد ما بعمل ده على طول بشوف النون الجديدة او وحدات الزمن اللي عندي بتساوي خلي بالك النون كانت بكام بخمس سنوات لما حولها بالضرب في مرات الاضافة كانت اتنين يبقى النون اللي عندي بكام بعشر يبقى النون اللي عندي بعشر يبقى هنا النون تغيرت النون عندي خلاص مش هشتغل على الخمس انا هشتغل على الكام على العشرة تعال بقى فكرني كده المسألة كانت اول او اخر قلتلي كانت اخر يبقى دي جملة الدفعات عادية اقول جملة الدفعات العادية الجيم بتساوي دال في مستخرج الجدول التالت طيب الجملة عندنا قلتلي الدال بكام بقى الف مستخرج الجدول التالت النور الجديدة بقى وحدات الزمن بتاعتنا كانت بكام والكلي بعشرة خلاص ماقدرش استعمل الخمسة القديمة بمعدل كام بمعدل سبعة في المية سنوية هبص في الجدول التالت تحت سبعة في المية قدام وحدات الزمن عشرة هلاقي ان انا ده الدال اللي عندي تحت سبعة في المية قدام عشرة يطلع تلات تاشر علامة تمانية واحد ستة اربعة اربعة سبعة هضرب علشان اجيب الجملة على طول ب13 الف تمنمية وستاشر علامة اربعة واربعين وبكده اكون جبت الجملة طيب انا مش عاوز الجملة وبس ده انا عاوز كمان مجموع الفوائد اقوله تمام مجموع الفوائد عندي بنجيبه بطريقة سهلة جدا اللي هي ايه اقولك مجموع الفوائد بيساوي الجملة اللي حضرتك جبتها ناقص مجموع الدفعات اللي هي الدال في نون طيب مجموع الفوائد اللي عندنا هو هنجيب ازاي انا لسه جايب الجملة كام برافو عليك قلتلي الجملة لسه جايب كمتها ب13 816 علامة 4 واربعين ناقص الدال بتاعتنا كانت بكام قلتلي بألف جنيه برافو في النون انا عندي النون كانت بخمسة في بداية التمرين سمعك وانت بتقول لي ما احنا عدلناها وبقت عشرة يبقى 13000 ناقص 1000 في 10 ب10 يبقى مجموع الفوائد اللي عندنا بمنتهى البساطة 3816 علامة 44 كده انا قدرت احصل على الجملة زي ما احنا شفنا اهي وقدرت احصل على مجموع الفوائد بس كانت التمرين في حاجة صغيرة جدا 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 ان المعدل عندي كان معدل غير سنوي لما قال لي 7% كل نصف سنة او 7% كل 6 شهور قدرت اتعامل مع التمرين بالراحة وعرفت ان في معدل غير سنوي فعدلت في وحدات الزمن بتاعتي جبت مرات الاضافة وضربت المدة او عدل الدفعات القديمة في مرات الاضافة طلع معايا وحدات زمن واشتغلت التمرين لما كانت جملة الدفعات العادية قلت جملة الدفعات العادية بتساوي ده في مستخرج جدول 3 قلنا ان كان التمرين بيقول يدع تاجر 1000 جنيه اخر كل 6 شهور في بن بفايدة مركبة معدلها كام معدلها 7% كل نصف سنة لمدة 5 سنوات والمطلوب ايجاد جملة الدفعات ومجموعة الفوائد شفتوا عملنا ايه جبت مرات الاضافة المين بتساوي كام 2 وبعدين مرات الاضافة اللي هي عشان قال نصف روح تقلي المين بتساوي 2 وقلت النون الجديدة بقى وحدات الزمن 5 سنوات في 2 بقى وحدات زمن وهستخدم الجدوى للتالت قلت الجيم بتساوي 1000 في جيم نون او جيم زاوية نون اللي هي الجديدة بقى بمعدل 7% يبقى 1000 في 13 علامة 816 44 طلعت الجملة بتاعتنا 13 18816 علامة 44 بمنتهى البساطة جبت الجملة بعدها قلت انا عايز مجموع الفويد طب مجموع الفويد هجيبه ازاي قلت جيم ناقص مجموع الدفعات اللي هي دال في نون مجموع الفويد بيساوي جيم ناقص مجموع الدفعات اللي هي دال في نون قلت الجملة كانت بكام كانت ب13 816 و44 ناقص الدال بألف ونون بعشرة دول مجموع او حصل ضربهم 10,000 ناقص 13,000 يبقى 38,000 و16 و4 واربعين حاجة سهلة جدا جدا وامشي واحدة واحدة مع كل تمرين هتلاقي نفسك قدرت توصل في الاخر لانك جبت الجملة ومجموع الفويد بعد تعديل مرات الاضافة وحدات الزمن تعال يشوف معايا بقى كده بيقول لي يودع شخص الف جنيه اول كل سنة في بنك بفايدة مركبة معدلها كام قلت لي معدلها 9% اوجد جملة هذه الدفعات في نهاية 4 سنوات كل اللي حصل مع حضرتك انه قال كلمة اول وكلمة اول عرفتني ان دي دفعات فورية يبقى لما قل لي الاستثمار او كلمة فورية على طول اعرف ان دي دفعات فورية طيب الدفعات الفورية دي هنتعامل معها ازاي مستر اقول لك الدفعات الفورية ما هي الا دفعات عادية مضروبة في واحد وعين من مية طيب الكلام ده هتعامل معها في الجدول التالت ازاي هقول لك بمنتهى البساطة نقدر نجيب الدفعات الفورية علشان نميزها ممكن نسميها جيم شرطة يبقى جملة الفورية هنسميها جيم شرطة اللي دي بتساوي دال في مستخرج الجدول التالت بمعدل عين بس علشان دي فورية هنضيف واحد على النون وهنطرح واحد من مستخرج الجدول ككل يبقى اصبح عندي جملة الدفعات الفورية دال في جيم نون مضاف عليها واحد يبقى نون زائد واحد من الجدول التالت وبعدين اطرح واحد من مستخرج الجدول ككل طيب لما كانت جملة الدفعات عادية افكرك بس بها عشان ما نطلخ بطش قلت دي جملة دفعات عادية الجيم من غير شرطة يبقى اول فرق هنا الفورية اسمها جيم شرطة والعادية اسمها جيم فقط هتقول لي دال في مستخرج الجدول التالت بمعدل عين مستخرج الجدول التالت بمعدل عين يبقى جيم نون بمعدل عين اما هنا في الفورية ضفت واحد على النون جوه زائد واحد وهطرح واحد من المستخرج ككل يبقى دايما عندي تفرق معايا جدا لو قال اول اعرف ان حضيك بتتكلم ان دي دفعات ايه فورية ولو قال اخر اعرف ان دي دفعات عادية طب لو المعدل غير سنوي بجيب مرات الاضافة اللي هي شهور السنة على شهور المعدل او لوقع النصف يبقى الميم باتنين ربع يبقى الميم باربعة تلط يبقى الميم بتلاتة سدس يبقى الميم بستة وبعدين بعدل في وحدات الزمن بقول وحدات الزمن النون بتسوي المدة اللي موجودة في التمرين في مرات الاضافة اللي عندنا اللي احنا لسه جوي Terre تعالوا بقى نحل التمرين اللي معنا بنفس الخطوات اللي احنا لسا قيلين عليها. ارجع تاني على الخطوات. لما لما انت قلت لي اول عرفت ان دي دفعة ايه? فورية. طب قانون جملة الدفعات الفورية اقول لك جملة الدفعات الفورية جيم شرطة بيساوي. دال اللي هو مقدار الدفعة او مبلغ الدفعة نفتح قوس. جيم نون زائد واحد. بمعدل عين. ده كده على بعضه. مستخرج الجدول التالت. وبعد نطرح منه واحد. ده موضوع سهل جدا. وتعالوا نحل مع بعض. ونشوف هنتعامل في التمرين ده ازاي. بيقول يودع شخص الف جنيه اول. ادي اول حاجة استفدناها من التمرين. لما قال كلمة اول. كلمة اول دي عرفتني ان دي دفعات فورية. ايوا كده. ركز في التمرين ماشي ازاي. يودع كام بقى? قلت لي يودع الف جنيه. بفايدة مركبة معدلها تسعة في المية. يبقى المعدل اللي معانا كان كان تسعة في المية. في نهاية اربع سنوات. المعدل عندك معدل سنوي بقى ما فيش اي تعديل في مرات الاضافة. ما عنديش مشكلة خالص. طيب هعمل اي دلوقتي? هقولك بمنتهى البساطة. انت قلت ان دي جملة دفعات فورية. ممكن الشطار الطلبة والطلبات اللي حافظوا معي قانون جملة الدفعات الفورية. يقوله لي اللي هو جيم شرطة برافو عليك سمعك وانت بتقول لي علشان فورية يبقى ده جيم شرطة. جيم شرطة بتساوي ايه? اسمع منك عشان هنكتب وراك. انت اللي حافظ بقى اهو. جيم شرطة بتساوي دال اهو معي. جيم شرطة هتساوي. دال في مستخرج الجدوى للتالت. نول زائد واحد بمعدل عين في المية وبعد كده هطرح واحد من المستخرج. ده تبتعالا كده حل معي هتقول لي يبقى الجيم شرطة بتساوي. الدال عندنا بكام? بالف. نفتح قوس. مستخرج الجدوى للتالت. هي النون بكام قلتلي? باربعة. بس انا ما احتاج اضيف عليها واحد برافو عليك. باقت خمسة. بمعدل كام? بمعدل تسعة في المية. بمعدل تسعة في المية. يبقى انا قلت جيم خمسة بمعدل تسعة في المية وبعد ما اجيب المستخرج ده هطرح منه كام? واحد. يلا افتح كده الجدوى للتالت. هات تحت تسعة في المية قدام خمسة. يطلع خمسة علامة تسعة تمانية. اربعة سبعة واحد. احنا متفقين ان الناس هطرح واحد. بالالة الحزبة مرة واحدة. دخل على الالة اكتب الف. افتح قوس. خمسة علامة تسعة تمانية اربعة سبعة واحد. ناقص واحد. اقفل القوس. على طول يبقى الجيم شرطة او جملة الدفعات الفورية بتاعتنا بتساوي اربعة تلاف تسعمية اربعة وتمانين وواحد وسبعين من مية. اللي انت جبته ده ايه? ده ما هو كان طالب منك في التمرين. خد بالك من حاجة مهمة جدا. هو طلب في التمرين جملة الدفعات الفورية. ومجموع فوائد الدفعات الفورية. طيب الجملة خلاص عرفناها. دال افتح قوس مستخرج الجدول التالت لنون زائد واحد بمعدل عين. وبعدين بطرح واحد واقفل القوس. علشان دي جملة دفعات فورية. طيب عاوز مجموع الفوائد. اقول له بمنتهى البساطة. مجموع الفوائد. بيساوي الجملة اللي احنا لسه جايبينها. هنترح منها مجموع الدفعات. طيب. الجملة اللي احنا لسه جايبينها حالا. قلت لي بكام? قلت لي باربعة تلاف تسعمية اربعة وتمانين وواحد وسبعين من مية. برافو عليك. ناقص. الده اللي عندك كانت بكام? قلت لي كانت بألف. في النون عندي كانت بكام? على طول اقدر اجيب النون اللي عندي كانت باربعة. الف فاربعة باربعة تلاف. اربعة تلاف. لما نترح منهم او نترحهم من اللي اربعة تلاف تسعمية اربعة وتمانين. علامة واحد وسبعين. اقدر اقول له ان مجموع الفوائد بتاعتي هتساوي تسعمية اربعة وتمانين وواحد وسبعين من مية. يبقى انا كده قدرت احصل على الجملة وقدرت احصل على مجموع الفوائد علشان دي كانت دفعات فورية او كلمة اول عرفتني ان دي كانت الدفعات فورية. والدفعات الفورية اللي هي جيم شرطة. ده كان تمرين على الدفعات الفورية. وتعاملنا مع التمرين بمنتهى البساطة اه لما طلب مني جملة الدفعات الفورية. نبص على التمرين تاني سريعا كده. اهو. قال لي يدع الشخص الف جنيه اول كل سنة في بنك بفايدة مركبة معدلها تسعة في المية. اوجد جملة هذه الدفعات في نهاية اربع سنوات. اول حاجة اكتشفتها او عارفتها من التمرين ان ده تمرين دفعات فورية عرفت منين ان هي دفعات فورية من كلمة اول. عرفت منين من كلمة اول. طيب المعدل معدل سليم وجميل موجود في الجداول المالية والمدة بتاعتنا موجودة في الجداول المالية. قمت على طول اهلا ان الجيم بتساوي دال في جيم نون زائد واحد بمعدل عين ناقص واحد طبعا دي جيم شرطة علشان دي جملة تفعات فورية اشتغلت وجبت الجملة وبعدين قلت مجموعة الفوائد الجملة بتساوي دال في نون مجموعة الفوائد بتساوي الجملة ناقص دال في نون وجبت مجموعة الفوائد بمنتهى البساطة تعالى كمان ممكن نشوف تمرين في فكرة سهلة جدا جدا وبسيطة بيقول لي ايه احسب الجملة المركبة لدفعات عادية خد بالك امشي مع التمرين خطوة خطوة هو قال لي دفعات ايه عادية بس ما سكتش ده قال ربع سنوية دفعات عادية ربع سنوية قدر كلا منها خمسمائة جنيه بفايدة مركبة معدلها تلاتة علامة تمانية في المية امتى بقى كل ثلاث شهور او كل قدق كل ثلاث شهور وذلك في نهاية خمس سنوات ايه الفرق بين التمرين ده والتمرين اللي احنا حلناها اقول لك الفرق الوحيد ان المعدل هنا لو بصيت عليه تلاتة علامة تمانية في المية كل ثلاث شهور دور كده في الجدول عندك شايفك وانتي مسككك كتاب ودورتي في الجدول التالت على تلاتة علامة تمانية قلتلي مش موجود في الجدول الجدول التالت مفهوش تلاتة علامة تمانية تب ايه الحل يا مستر كده أقول لك الحل بسيط جداً إن إحنا هنستعمل الآلة الحزبة وهو طبيعي الجدول التالت ده تحسب إزاي؟ قلت لك تحسب بالآلة الحزبة يبقى هنا جملة الدفعات العادية هتساوي دال في شرطة كسر واحد وعين من مية قوى السنون ناقص واحد مقسون على عين من مية تعالوا نشوف كده القانون مع بعض جملة الدفعات العادية بالآلة بالآلة الحزبة الجين بتساوي دال اللي هو مقدار الدفعة في شرطة كسر ركز معايا بقى كده وركزي معايا في واحد وعين من مية قوى السنون ناقص واحد على المعدل يبقى الجملة بتساوي دال في واحد وعين من مية قوى السنون ناقص واحد على عين من مية هنا امتى استعمل القانون ده اقولك بمنتهى البساطة لما تقول لي ان دي جملة الدفعات العادية والمعدل غير موجود بالجداول المالية يبقى لو المعدل او وحدات الزمن غير موجود بالجداول المالية طب تعالى كده نشوف مع بعض التمرين تاني بيقول لي احسب الجملة المركبة لدفعات عادية طيب انا عرفت كده ان حضرتك بتقول لي ان الدفعات ايه؟ عادية ربع سنوية عادية ربع سنوية دي يعني المين بتاعتنا بكام؟ باربعة قدر كل منها خمسمائة جنيه يبقى الدال عندي بخمسمائة جنيه بفايدة مركبة ثلاثة وتمانية من عشرة ده المعدل اللي عندنا ثلاثة وتمانية من عشرة في المية كل ثلاث شهور في نهاية خمس سنوات هنا انت قلت لي المين باربعة لما قال لي ربع سنوية يبقى محتاج اجيب وحدات الزمن اقول له الخمس سنوات ده هم في الاربع مرات قلت لي كده وحدات الزمن بقيت بكام؟ بعشرين طيب وايه موضوع الخمسة دي؟ لا خلاص كده الخمسة دي مانناش دعوة بيها افتكر بقى ان المعدل ثلاثة وتمانية من عشرة في المية غير موجود بالجداول يبقى هنا هستعمل قانون القلة الحزبة اللي هو الجيم بتساوي دال فيه واحد والمعدل والسنون ناقص واحد على عين من مية كلام كويس جدا يلا بقى مع بعض الجملة الدال عندي بكام؟ قلت لي بخمسمية فيه شرطة كسر جميلة واحد المعدل عندي بكام؟ بثلاثة وتمانية خلي بالك يا مستر دان تمأكد علينا ان لو المعدل تحت العشرة لازم احط بعد العلامة سفر وقادي الثمانية وتلاتين قص النون الجديدة بقى وحدات الزمن كانت كام؟ عشرين وما تنساش ان القانون فيه ناقص واحد على المعدل بتاعنا كان بعلامة سفر تمانية وتلاتين كل اللي طالبه من حضرتك بالقلة امسك القلة واحدة واحدة وتعامل مع القلة بهدوء هتكتب كده خمسة فيه شرطة كسر او لو البسط والمقام افتح قوس واحد علامة سفر تلاتة تمانية اقفل القوس والقص عشرين ولازم تنزل سهم يمين علشان الآلة تكتب على السطر تاني ناقص واحد وانزل تحت في المقام علامة سفر تلاتة تمانية تقدر دلوقتي تدوس يساوي يطلع معك الجملة بمنتهى البساطة باربعتاشر الف خمسمية تلاتة وتمانين وتلاتة وتمانين من مية كده انت قدرت تحصل على الجملة العادية بالآلة الحاسبة طيب هو كان طالب مني مجموع فوائد ما يطلب مجموع فوائد ايه المشكلة مجموع الفوائد عندي سهل جدا 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 وكلنا عرفنا ان مجموع الفوائد بيجي ازاي قلتلي الجملة ناقص مجموع مبالغ الدفعات مجموع الفوائد بيساوي الجملة ناقص مجموع مبالغ الدفعات الجملة ناقص دال في نون يبقى تاني مع بعض مجموعة الفوات بيساوي الجملة أو جملة الدفعات العادية ناقص مجموعة مبالغ الدفعات العادية اللي هي الدال في نور انت لسه بتقول الجملة بكام قلت لك بـ 14500 83 و83 من مية ناقص الدال كانت عندي بكام كانت ب500 الدال كانت عندي بكام ب500 في عدد الدفعات او وحدات الزمن الجديدة كانت كام? عشرين. لما تضرب الكلام ده على طول يطلع معاك بعشر تلاف يبقى مجموعة الفوائد بتاعنا باربع تلاف خمسمية تلاتة وتمانين وتلاتة وتمانين من مية. ده كلام سهل جدا 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 وبسيط بس الفكرة كلها ان انت تبقى عارف ان دي دفعات عادية ولا دفعات فورية. ويترى هتتحل بالجداول المالية ولا بالآلة الحسبة. طيب طالب قال لي انا ممكن احل نفس التمرين واجيب جملة الدفعات العادية بالآلة الحسبة ومجموع الفوائد. طيب لو كانت فورية كل اللي هيحصل معاك انك هتضرب في واحد وعين من مية. لو كانت الدفعات فورية هنضرب في واحد وعين من مية بعد ما خلص الحل بتاعي. سهلة جدا جدا وطريقة بسيطة وما فرقتش العادية من الفورية الا بتضرب في واحد وعين من مية. طيب عندي كمان تمرين بيقول لي يودع شخص الف جنيه اول كل سنة. لدى احد البنوك بفايدة مركبة معدلها تسعة في المية سنويا. كلنا ملاحظين ان المعدل موجود في الجداول المالية. طيب عاوز مني ايه? عايز جملة الدفعات الفورية دي لمدة كم سنة? تسع سنوات. على طول هنقول له ان جملة الدفعات الفورية جيم شرطة بتساوي دال في جيم نون زائد واحد بمعدل عين الجدول تالت ناقص واحد. يبقى هضرب الف. هناك كانت المدة عشرة. تسعة. لما جمع معها واحد بقت كم? قلت لي بقت عشرة. يبقى تحت تسعة في المية قدام عشر وحدات زمن. بس هطرح منها واحد يبقى الف فيه. افتح قوس. لما جبنا من الجدول التالت تحت تسعة قدام عشرة كانت خمستاشر علامة تسعتاشر اتنين تسعة اتنين تسعة. ناقص الواحد يطلع بالقالة اربعتاشر الف مية اتنين وتسعين علامة تسعة اتنين تسعة. طيب عايز مجموع الفويد اقول له مجموع الفويد الجملة ناقص دال في نون. برافو عليك. يبقى اللي اربعتاشر الف مية اتنين وتسعين علامة تسعة اتنين تسعة. ناقص الف في تسعة. هنا انت قلت نون بتسعة. ليه? لان دي نون مش نون زائد واحد. لما حلت في القانون قلت النون زائد واحد بعشرة. اما في مجموع الفويد النون بتسعة طلعت معك مجموعة دفعات 5192 يبقى أنا عندي بعض التمرين فيها دفعات عادية والآخر والبعض الآخر فيها دفعات فورية وزي ما بقولك جملة دفعات الاستثمار او الفورية بالقل الحزبة لو هتلاحظ هو نفس قانون جملة الدفعات العادية بس مضروب في واحد وعين من مية يبقى دال في واحد وعين من مية في شرطة كسر واحد وعين من مية السنون ناقص واحد على عين من مية هو نفس القانون ولكن علشان جم شرطة او فورية ضربت في واحد وعين من مية يبقى أنا عندي دالوقتي جملة الدفعات العادية وجملة الدفعات الفورية ايه الفرق بينهم واحد وعين من مية ان جملة الدفعات الفورية بتساوي جملة الدفعات العادية في واحد وعين من مية طب خد بالك معايا كده من الجزئية دي وازاي هتعامل معاها اقولك احنا لسه حالا بنقول ايه بنقول ان جملة الدفعات الفورية هتساوي جملة الدفعات العادية مضروبة في واحد وعين من مية برافو عليك يعني يا مستر لو حضرتك اديتني جملة الدفعات العادية والمعدل اقدر اجيب جملة الدفعات الفورية برافو عليك ممتاز كلامك ثاليم جدا جدا يعني لو قلتلك ايه اذا علمت ان جملة الدفعات العادية لمبلغ ما بلغت ميتين ستة واربئين وتلاتة من عشر بنفس المعدل ولنفس المد احسب هذه او جملة هذه الدفعات اذا كان الايداع الايداع اول يبقى حضرتك مديني تمرين تمرين سهل جدا جدا كل اللي حصل انك اديتني الجيم كانت بميتين ستة واربعين وتلاتة من عشر وطبعا كان بنفس المعدل اللي هو كان تسعة في المية هنا انت اديتني المعدل بكام بتسعة في المية انا عاوز منك ايه بقى جملة الدفعات اذا كان الايداع اول طب ما كلنا شطار وعارفين ان الجيم شرطة او جملة الدفعات الفورية بيكون الايداع اول يبقى هنا هقوله الجيم شرطة بيساوي الجيم اللي حضرتك مدها لي في واحد والمعدل طيب انت مديني كام قلتلي انا مديلك الجيم بميتين ستة واربعين وتلاتة من عشر في واحد والمعدل يعني واحد وتسعة من مية كلنا شطار وهننسك الالة الحزبة وقوله هاخد جملة العادية اللي هي متين ستة واربعين وتلاتة من عشرة هضربها في واحد وتسعة من مية يطلع معاك كام قلتلي هيطلع معايا متين تمانية وستين علامة اربعة من عشرة حد لاحظ ان دايماً جملة الفورية هتكون اكبر من جملة العادية يبقى لما تقول لي جملة الفورية متين تمانية وستين وكام وستة واربعين من مية او اربعة من عشرة وجملة العادية متين ستة واربعين وتلاتة من عشرة ايه اللي حصل معاك قلتلي ان جملة الفورية اكبر من جملة العادية يبقى انا هنا في التمرين بتاعي عرفت ان جملة الفورية او جملة الدفعات العادية اكبر من جملة الدفعات العادية يبقى هنعمل حركة لذيذة جداً ونجيب منها تلات قوانين سهلين جداً كل اللي هنعمله هقولك ان احنا لسه متفقين مع بعض ان جملة الدفعات العادية بتسوي جملة جملة الدفعات الفورية بتسوي جملة الدفعات العادية في واحد والمعدل تعالوا نشوف من الشكل ده كده قدرت اعرف ان جملة الدفعات الفورية اهي اللي هي فوق بتسوي ايه بتسوي جملة العادية في واحد وعين من مية طب لو عاوز العادية اقول له بتساوي جملة الفورية على واحد وعين من مية طب لو عاوز المعدل اقول له هاسم الفورية على العادية وبعدين اطرح منهم واحد سهلة جدا جدا اقول له ان واحد والمعدل بيساوي جملة الفورية على جملة العادية يبقى اذا بعض التمرين بتيجي في صورة سهلة جدا جدا وبتحتاج مني تركيز بسيط لما هنشوف الكلام ده وطبعا كلنا عرفنا ان الموضوع كله النهاردة بيتلخص او بيدور حول موضوع الجدول التالت الجدول التالت اهو اللي احنا ملونينه بلون مختلف ده اللي هو بيختص بموضوع الدفعات يبقى دلوقتي عندي التمرين اللي اتعاملت معاه ممكن اجيب بالجدول التالت الدفعات بالجدول التالت او اجيب الدفعات بالالة الحزبة تعالوا نشوف كمان بعض التمرين اللي معانا بيقول لي يدع شخص ربعمائة جنيه اخر كل ست شهور خد بالك من التمرين ده كويس اخر كل ست شهور بفايدة مركبة بمعدل ما مدنيش المعدل وفي نهاية سبع سنوات بلغ رصيده تمن تلاف سبعمية وستة واتنين وتسعين من مية اوجد معدل الفايدة المركبة طيب انا عايز نمسك التمرين ده مع بعض نطلع معطياته بهدوء وبالراحة وكل معطى في التمرين ركز هو عاوز ايه يدع شخص ربعمائة جنيه تعالوا معايا كده احنا قرينا التمرين تعالوا نطلع المعطيات حضرتك قلتلي الدال بكام بربعمائة جنيه اخر كل ست شهور انا هاخد من الكلمة اخر ان دي دفعات عادية وكل ست شهور يعني مرتين في السنة يبقى المين بكام باتنين بمعدل ما حد خد باله ان المعدل مش موجود المعدل عندنا مجهول وفي نهاية سبع سنوات النوم بسبع سنوات لان الرصيد بتاعه او الجملة خلي بالك كلمة الجملة هي هي كلمة الرصيد لان الرصيد بتاعنا كان قلتلي الرصيد كان تمن تلاف سبعمائة وستة علامة اتنين وتسعين ده كان التمرين قدام عينك اهو الدال بكام بربعمائة وكلمة اخر عادية والمين بكام باتنين بس هنا لما يكون فيه الاخر وقال لي نصف سنوية عرفت ان فيه تعديل مرات الاضافة يبقى لازم اجيب النون الجديدة قبل ما اعمل اي حاجة او وحدات الزمن بتاعتي اقول له وحدات الزمن بتساوي سبعة في الاتنين اللي انت لسه ايه اللي عليها يبقى الكلام ده طلع معايا بكام باربعتاشر طيب انا عايز احل التمرين بتاعي هنا القانون بيقول ايه بيقول ان جملة الدفعات العادية بيساوي مقدار الدفعة في مستخرج جدول ثلاثة برافو عليك طيب انا مين المجهول عندي المعدل يبقى كده هتطلع المستخرج كله برا النون بكام باربعتاشر المعدل عندي المعدل مجهول اقول له بيساوي انا كده طلعت المستخرج كله برا اقدر اقول له بيساوي الجملة على مقدار الدفعة طيب هي الجملة كام قلتلي الرصيد كان بثمان تلاف سبعمية وستة واثنين وتسعين مقدار الدفعة عندي كان بكام قلتلي بربعمية يبقى هقدر اقول له لما اقسم المقدار ده على المقدار ده يطلع واحد وعشرين علامة سبعة ستة سبعة تلاتة بالبحث في الجدول التالت امام اربعتاشر وحدة زمن عن الرقم اللي لسه طالع ده اللي هو واحد وعشرين علامة سبعة ستة سبعة تلاتة قال على طول ان المعدل يطلع كام ستة ونصف في المية بس باقي حاجة صغيرة قوي اقول له ستة ونصف في المية ايه انت كان عندك المين بكام باتنين اقول له ستة ونصف في المية نصف سنوي او كل ست شهور يبقى انا قدرت احصل على المعدل المجهول بكده وقت حلقتنا انتهى وان شاء الله ان شاء الله على وعد وامل باللقاء على شاشتكم المفضلة شاشة مصر للتعليم الفني وان شاء الله اترككم في رعاية الله وامنه وتكون مصر كلها بخير كان معكم فتح عبد الكريم مدرس بوزر التربية والتعليم